بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه لإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحما بكم في حلقة جديدة نجعل حديثنا فيها اليوم عن الأخلاق بإذن الله تعالى الأخلاق التي أخذت مساحة طويلة وكثيرة وكبيرة من التداول المعرفي والعلمي بين الحكماء عبر التاريخ وهي اللغة التي يتعامل بها الإنسان مع نفسه ومع الكائنات أو مع الواقع الخارجي حوله وهي التي جاء الأنبياء عليهم السلام يتبادلونها وينقل كل واحد منهم هذه الأخلاق إلى الآخر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الحديث عن الأخلاق شائق وطويل إنما حديثنا اليوم بحول الله تعالى والذي سنركز فيه ونرجو منكم أن تشاركوا أيضا هو عن الأخلاق في واقع شبابنا وفتياتنا وفي واقع الحياة الحديثة التي أصبح الناس فيها يستمدون مصادرهم المعرفية من كل مكان وينجنذبون إلى المادة كثيرا مما أدى إلى تغير في الأخلاق والسلوك نناقش هذا بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة أما الرقم الذي نستقبلكم عن طريقه فهو 24954611 لمن أراد منكم أن يشارك أسئلة أخرى وصلت إلينا عن طريقكم في مواقعنا ونرجو أن تستمروا في إرسالها لعلنا نتمكن بحول الله أن تكون مدار حديثنا أهلا مرحبا بكم أهلا مرحبا بكم فضلك الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع المجيب آمين يا رب العالمين قد ربما في حلقات كثيرة تحدثتم عن الأخلاق وأهميتها إنما ما نحتاجه الآن في بداية هذه الحلقة التذكير بأهمية الأخلاق و مصدرها أيضا على اعتبار أن المصدر أصبح أيضا يعني جانبا جدليا يتنازع فيه المعاصرون هل هو العقل أو الضمير أو الدين يمكن أن تصل التوضع على هذا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و اهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن للأخلاق منزلة عظيمة في هذا الدين الكريم حيث بلغ من منزلتها أن جعل الله تبارك و تعالى خلق نبينا محمد صلى الله عليه و سلم شاهد صدق على حجية القرآن الكريم الوحي المنزل من عنده سبحانه و تعالى فهو جل وعلا حينما قال و إنك لعلى خلق عظيم فإن المقصود من ذلك إثبات صحة ما جاء به من عند الله تبارك و تعالى بدليل عملي يعرفه المخاطبون و هو خلقه العظيم فلا يقتصر معنى الآية الكريمة على الثناء العاطر عليه صلى الله عليه و سلم بجميل القيم و حسن الأخلاق و رفيع السجايا من المولى الكريم سبحانه و تعالى و إنما الآية الكريمة تدل على أن هذا الكتاب الذي اجتمل على هذا الوصف هو كتاب حق و صدق منزل من عند الله تبارك و تعالى بدليل خلق نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم و من أجل ذلك كان من جوهر رسالته عليه الصلاة و السلام ما نجده أيضا في كتاب الله عز و جل في قوله سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين و لخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جوهر الرسالات السماوية بمختلف شرائعها في قوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو محاسن الأخلاق كما هي الرواية الأخرى و كان من عنايته صلى الله عليه و سلم بالأخلاق عليه الصلاة و سلم أنه كثيرا الضراعة إلى ربه و هو المثنى عليه من ربه جل و علا المزكى في كتابه الكريم لكنه كان من عنايته كثيرا الضراعة إلى ربه سبحانه و تعالى بقوله اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها و مكروهها فإنه لا يصرف عني سيئها و مكروهها إلا أنت و مما يدل على عظيم منزلة الأخلاق في الإسلام أننا نجد كتاب الله عز وجل يتناول هذه القضية تناولا جوهريا يجعلها قضية محورية في العقائد و في العبادات و في المعاملات و في العلاقات و في طبائع النفس و في المقاصد و المآلات نجد آيات كثيرة استقلالا منفردة أو في جملة آيات يتلو بعضها بعضا أو في صيغ الثناء و امتداح المؤمنين المتقين الموصوفين بجميل الخلال و رفيع الآداب أو بالأوامر و النواهي المتعلقة بالآداب و الأخلاق أو في بيان العلل و الغايات من الأحكام الشرعية و هذا كثير بسطه كما تفضلتم في كثير من العلوم و المعارف التي تناولت قضايا الأخلاق جميل إذن لي أن أضيف إلى هذا الجواب ما يمس واقعنا لأننا نريد أن نتناول الأخلاق العملية جميل لا نستغني عما يعرف بالأخلاق النظرية لكننا نريد أن نركز كثيرا على الأخلاق العملية و هذا المهم هل يدرك الناس أن التفريط في الأخلاق أدى إلى هدم بيوت و تقطيع أواصر و إحلال العداوات و البغضاء و المشاحنات بين الأولاد و آبائهم و أمهاتهم و بين الإخوة و بين الأزواج و بين الجيران و بين أبناء المجتمع الواحد بل بلغ الحال أن التفريط في أمر خلقي واحد أفضى إلى سفك دماء نعم فهذا حقر أخاه بكلمة نابية فأورثته غصة في نفسه فأعماه الشيطان عن عواقب عمله فإذا به يعد على أخيه قتلا اللهم استعان و ذلك بسبب سخرية من آخر تكررت مرة بعد مرة فإذا به يقتله شر قتله الله المستعب هذا في مجتمعنا في مجتمعات المسلمين نعم مع أن هذا الخلق مع أن هذا الخلق الرادع لمثل هذه العواقب يتعلق بكلمة طيبة فقط نعم يتعلق بالتزام في أخلاق اللسان فكيف بنا لو أننا حملنا أنفسنا على أخلاق هذا الدين و آدابه و قيمه و ما ذكرته إنما كان على سبيل التمثيل فكم من أزواج ذلك زوج طلق امرأته طلاقا باتا لأنها أضافت السكر إلى الشاي الذي يشربه و آخر عدا على امرأته أيضا بالتعنيف البالغ الذي ترك آثاره عليها لأنها لم تقل له الكلمة التي كان يتوقعها و قالت له كلمة أخرى نعم و تمضي عقود من الزمن لا يكلم الأخ أخاه بسبب ثائرة كان يمكن أن تتلافى بكضم غيظ أو أن جيرانا يتقاطعون بسبب نافذة صغيرة لا تزيد عن متر مربع واحد في جدار أحدهم نعم تهمل معاملات وراءها مصالح لفقير أو مسكين أو لمنتفع لأنه أي هذا المطلوب منه إتمام تلك المعاملة لا يرى عند غيره مصلحة و لذلك فإنه يماطل و يسوف في إتمام تلك المعاملة في وظيفته تلك و الآخر يتجرع الحسرة و الألم هو و أسرته بسبب تعطيل هذا تكبرا و غرورا نعم هذه الصور كلها موجودة في مجتمعنا و من شأها و مصدرها التفريط في الأخلاق و القيم التي أرشدنا إليها ديننا طيب فضلك شيخ قد يقول البعض بأن هذه يعني ظواهر موجودة في كل المجتمعات عبر التاريخ أو لنقل عفوا يعني أفعال شاذة موجودة في المجتمعات عبر التاريخ الطرحها الآن و تأكيدكم عليها و حماسكم في ذكر هذه النماذق هل يشي بأن ظاهرة معينة الآن لا بد من التركيز عليها تتعلق بهذا الجانب الخلقي نعم لا نتحدث عن القدر المألوف مما يحصل بين الناس نعم عادة و إنما نتحدث عن ما يمكن أن يوصف بأنه قد بلغ حد طفح الكيل نعم نتحدث عن حوادث تتكرر للأسف الشديد و هي حوادث مؤلمة عواقبها و خيمة على الجميع على الأفراد و الأسر و المجتمعات تقوض أركان هذا المجتمع و تهد بنيانه تشوه صورة الدين و تشوه صورة المجتمع و الوطن خذ مثالا واحدا نعم كنا قد تعرضنا له في آخر الحلقة الماضية مما يتعلق بالنظافة حينما يهمل الناس في إماطة الأذى عن الطريق و يصل بهم الحال إلى أن يكونوا سببا في إلقاء الأذى في الطرقات و في الأماكن العامة ألا يعكس ذلك إهمالا لأحكام هذا الدين و تفريطا فيما أمرنا ربنا تبارك و تعالى به ألا يعكس ذلك أن أهل هذا الدين وأهل هذا الوطن بعيدون عن الأخلاق و القيم و الأداب ألا يدل ذلك على تخلف حضاري ما كان من شأه إلا التفريط في مثل هذا الخلق الواحد إذن لا نتحدث عن حوادث عادية نتحدث عن حوادث بلغت مدا بعيدا و أورثت عواقب و خيمة للأسف الشديد حينما نتحدث عن شتات أسرة فإن هذا يعني ضياعا للأولاد و شحناء بين أسرتين و مكائد تكون بين الطرفين تدخلهم في متاهات تبلغ أحيانا حدى الجرائم و العياذ بالله حينما نتحدث عن قطيعة رحم أو نتحدث عن قطيعة بين جيران فأي خير نرجو لهذا المجتمع الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه و سلم أي وصف كيف ينبغي أن يكون و هذا هو محل الأخلاق أن يكون كما قال عليه الصلاة و السلام ترى المؤمنين في توادهم و تعاطفهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى و السهر و نلاحظ أن هذه الأوصاف الواردة في الحديث النبوي الشريف هذا تدل على التشارك فيقول ترى المؤمنين في توادهم فهو تواد صادر من الطرفين و تعاطفهم و تراحمهم كمثل الجسد فهو ليس مجرد خصلة يمكن أن يتخلق بها أحد الأطراف دون الآخر لا يعني هذا أنها أخلاق معاوضة و إنما المقصود أن الجميع يتحلى بها حينئذ تتحقق الطمأنينة و يحيى الناس في أمن و أمان تحفظ أرواحهم و أنفسهم تحفظ أموالهم و تحفظ أعراضهم أما حينما يحصل الخلل و لا ينبغي لنا أن نغمض أعيننا عن مكامن الخلل حينما تكون موجودة فإن ذلك يشي بأن أركان هذا المجتمع ستقوّب و أننا مقبلون على ما هو أسوأ من ذلك و لذلك فإن الأمر جد و لا بد لكل معني غيور مصلح أن يهتم بهذه القضية و أن يوليها عنايته و أن يلتفت إليها لأننا إن لم نتدارك الوضع فإن العواقب ستكون أسوأ و العياذ بالله طيب فضل الشيخ الآن بالنسبة للمجتمع المسلم أخلاقه ثابتة تعاليمه لم يطرأ عليها تغيير كما حدث في المجتمعات الأخرى عندما فصلت الأخلاق عن الدين عندما بدأ الحديث عن النسبية عندما دخلوا في الفردانية إلى غير ذلك المسلمون لم تحدث لديهم هذه المراجعات التي تفصل أخلاقهم عن دينهم فما السبب إذن في أن يتراجعوا جملة أسباب في صدارتها ضعف الإيمان بالله و اليوم الآخر لنكن صراحا فقد غاب عن إيمانهم أن الأخلاق مما يحاسب عليه العبد فيثاب أو يجازا فلئن كان ربنا تبارك وتعالى حينما يأمرنا بالمسارعة إلى ما فيه التقوى التقوى يقول و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات و الأرض أعدت للمتقين فلننظر في الخصال التي وصف بها هؤلاء المتقين الذين أعدت لهم هذه الجنان الذين يحضون بمغفرة من الله تعالى و جنة عرضها السماوات و الأرض قال الذين ينفقون في السراء و الضراء و الكاظمين الغير و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب إلا الله و لم يسروا على ما فعلوا و هم يعلمون فغاب عن إيمانهم هذا الجانب غاب عن وعيهم هذا البعد الإيماني الحاضر في الأخلاق العملية التي نتحدث عنها ما الذي ينفعنا أن يدرس المسلمون النظريات الأخلاقية و فلسفة الأخلاق و الأخلاق الفلسفية كما يقال و لكنهم في الواقع العملي خواء هم صفر من الأخلاق هم من أشد الناس ضيق صدور و سوء حديث و من أشد الناس توثبا على الشر و تربصا بإخوانهم و تفويتا للكمالات الإنسانية نعم فما الذي يمكن أن ينفعهم إن كانوا هناك من النبغاء في الجانب النظري لكنهم في الأخلاق العملية كما تقدم لا صلة بينهم و بينها لا من قريب و لا من بعيد فكيف إذا كانوا في الحقيقة حتى في الجانب النظري لا يدركون اللطائفة الموجودة في كتاب الله عز وجل و في سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و في هديه القولي و الفعلي إذا كان كلما نظر في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي و هو أكمل الناس أخلاقا و إذا كان في تعامله مع زوجه و ولده و حفيده و مع سائر الناس و مع القريب و البعيد كما وصفه ربه تبارك و تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إذا ما نحتاج إليه هو أن نصحح أولا إيماننا بالله تبارك و تعالى و أن نرجو ما عنده و أن نخشى مما أعده لمن فرط فيما أمره به أو ارتكب ما نهاه عنه سبحانه و تعالى ثم الجهل فإن الجهل أيضا بأخلاق الإسلام بل بتميز أخلاق الإسلام و بهذه النماذج التي نصبها لنا كتاب ربنا تبارك و تعالى من سير الأنبياء و المرسلين و من سيرة أكملهم و خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم و من قص لنا ربنا تبارك و تعالى و من قص لنا ربنا تبارك و تعالى في كتابه الكريم من الصلحاء رجالا و نساء فإن غياب هذه القدوات و الجهل بها أفضى أيضا إلى تفريط المسلمين الضعف الحضاري هو أيضا من الأسباب فإن هذا الضعف الحضاري و التأخرى العلمي و المدني أدى بهم إلى تقليد غيرهم حتى فيما يتعلق بالأخلاق و الآداب حتى فيما يتعلق بالأدب نفسه بالمقول من الأدب فضلا عن المعمول به فإذا بهم ينصبون لهم من أنفسهم قدوات من المشاهير الذين لا خلاق لهم ممن لا يهتمون إلا بمصالحهم و لا يقدمون للإنسانية شيئا ينفع و إذا بهؤلاء لهم الشهرة عند شباب المسلمين رجالا و نساء و إذا بهم يقلدونهم و يتبعون أقوالهم و لبسهم و حركاتهم و هيئاتهم و ما هذا إلا دليل الأمراض النفسية الناشئة عن ضعف الإيمان كما تقدم و عن الجهل و عن غياب القدوات يضاف إلى ذلك و نحن هنا نلخص نضع رؤوس الأقلام حتى يشاركنا الناس في هذا الهم يضاف إلى ذلك الافتقار إلى البرامج التي تؤسس للأخلاق و التي تعلم الأخلاق فبعض الناس قد يظن بأن الأخلاق تتوارف و أنها تنتقل بشكل تلقائي عفوي و هذا غير صحيح هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يعلم الصبيان منهم الأخلاق لذلك كان يقول يا غلام سم الله يا بني سم الله و كل بيمينك و كل مما يليك و حينما كان أتي بالإناء فشرب منه عليه الصلاة و السلام فكان عن يمينه غلام و كان عن يساره الأشياخ أبو بكر و عمر رضوان الله تعالى عليهم فاستأذن عليه الصلاة و السلام من الغلام عن يمينه فقال أتأذن فقال لا أوثر بفضلك أحدا يا رسول الله فتل فهنا أن يسمح رسول الله صلى الله عليه و سلم بغلام أن يجلس عن يمينه ثم أن يستأذنه و هو الغلام لكي يعطي الأشياخ عن يساره و أن يعلمه أن الأصل البدء باليمين و يستأذنه بهذا اللفظ و يكون هذا الغلام أيضا قد نشئ تنشئة تجعله محبا لرسول الله صلى الله عليه و سلم هذه المحبة العظيمة بحيث إنه حتى في هذا الموقف فإنه يعبر عن رأيه و يقول لا أوثر بفضلك أحدا يا رسول الله إذن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا الأخلاق و لذلك نحن بحاجة اليوم أيضا إلى تعليم للأخلاق و تدريب عليها و تنشئة عليها فإن غيابها أفضى إلى ما أفضى إليه من الخلل في منظومة الأخلاق إذن نحن فقط الآن أعرف هذا الاستعجال إنما للإشارة إلى أنني دخلت في وسائل العلاج لا أنا لازلت في الأسباب و كنت أقول إن من الأسباب من أهم الأسباب غياب البرامج التي تنشئ على الأخلاق و لا أقصد بالبرامج أيضا لا يلزم مع أنه لا مانع بل أنا ممن يدعون إلى ذلك أن تكون هناك برامج و دورات و أن يكون هناك تخصص في هذا الشان و إنما أتحدث حتى على مستوى التربية و التعليم في الأسرة من الوالدين و بين الإخوة بين الزوجين في مؤسساتنا و مرافقنا العامة حيثما اتجهنا و وجدنا تذكيرا بالأخلاق و رأينا لها أمثلة و سواء كان ذلك مما يتعلق بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة أو كان مما يتعلق بالتنفير من الأخلاق الذميمة و أخيرا في سياق هذه الأسباب غياب القدوات ينبغي لنا أيضا أن نعترف بأن الكثير من المنظور إليهم للأسف الشديد فإنهم لا يستحضرون أنهم في موقف قدوة القدوة لغيرهم نعم فيقدمون من أنفسهم قدوة حسنة في أقوالهم و في سعة أخلاقهم و في رحابة صدرهم و في حلمهم و في أناتهم بالناس و ترفقهم به و لئن كان السؤال من المنظور إليهم فكل من كان منظورا إليه من أهل العلم و الفضل و الوجاهة و المنصب و الرياسة و غيرهم في المجتمعات نعم كبير أزاك الله خير كنا أردنا أن ندخل مباشرة في بعض الأمثلة التي ذكرها الأخوة في الموقع ولكن نستقبل على المكالم الآن لأخسيف العوفي لأخسيف السلام عليكم و عليكم السلامة و الله بركاته مساكم الله بالخير شيخ الله يحفظك لأخسيف الحمد لله يمساكم بالخير و النور أهلا بكم وضل الشيخ كهلان كيف حالكم الحمد لله بارك الله فيك حياك الله جميعا إن شاء الله لدي سؤالين دكتور لو تكرم تفضل سؤال الأول إنما يتبع الأخلاق الحياة فتر الكثير من الشباب والفتيات يخرجون إلى الأماكن العامة بكافة أنواعها بملابس غير ساترة والبعض يقلد فيلبس السلاسل وما شابه ذلك فما توجيهكم حيال ذلك للأبناء والآباء سؤال الثاني عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكأنه قرآن يمشي على الأرض ما أحوجنا في هذا الزمان إلى التقيد بهذا النهج النبوي فكيف تكون شخصية المسلم تتأثر وتؤثر من الجانب الخلقي وما معنى قول السيدة عائشة وكأنه قرآن يمشي على الأرض واضح شكرا لكم دكتور سيخ شكرا جزيلا لك الله يبارك ندخل في بعض الأمثلة فضلك الشيخ نعم على اعتبار أن موضوعنا اليوم يدور حولها في الأصل والمقدمة التي ذكرتموها مهمة ورائعة وسنعود إليكم في موضوع الوسائل إن شاء الله وتعالى الأخ عيسى الكندي يقول نلاحظ كثيرا من الشباب في الطرقات وللأسف الشديد وهو يلتقي مع سؤال الأخصي تتدنى أخلاقهم بكثرة إزعاجهم في ساعات وتأخرة من الليل هذا لم يفصل وأجمل إنما هناك تفصيل أدق وهو من الأخ إبراهيم يقول نريد نصيحة من الشيخ للشباب الذين يقومون بتزويد سياراتهم بعادم صوت يظهر ضجيجا قويا أثناء القيادة مما يشكل إزعاجا لأصحاب المجتمع نعم هذه كلها بعض المظاهر نعم ما ورد في هذه الأسئلة وما ورد في سؤال أخ سيف أيضا كلها ظواهر بدأت تفشو وتزيد في مجتمعاتنا مما يكشف أن هناك خللا في منظومة الأخلاق والقيم نعم فهؤلاء لم يراعوا حرمة حرمة للطرقات ولا للبيوت وساكنها ولم يراعوا أخلاق المسلمين في لزوم كف الأذى عن الطريق حينما استأذن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوه في القلوس في الطرقات فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه يا رسول الله قال كف الأذى وغض البصر ورد السلام نعم كف الأذى كل أنواع الأذى يجب أن يكفه المسلم عن طرقات المسلمين وعن مرافقهم العامة وعن الأماكن التي يكونون فيها وغض البصر عن عورات المسلمين وعن الاطلاع عليها وعورات المسلمين لا تعني في أشخاصهم فقط نعم فالبيوت عورة و الأسرار عورة و الأملاك الخاصة عورة بعض الناس يظن أن العورات إنما هي في الأنفس فقط و حتى في الأنفس فإنهم مقصرون في إبدائها أو في الاطلاع على عورات الآخرين فكلا الطرفين في شرع الله تبارك و تعالى واقعان في محظور هذا الذي يبدي عورته للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أبدى عورته للناس و ملعون من نظر إلى عورة أخه فكلاهما هذا الذي يبدي عورته أو ذلك الذي ينظر إليه متعمدا كلاهما واقع فيما فيه إثم لأنه مخالفة بمتعبير المعاصر خلقية يترتب عليها وزر يوم القيامة تترتب عليها أيضا مفاسد في الدنيا فإن ذلك الذي يقض مضاجع الآمنين ما أدرك فيهم المريض و فيهم السقيم و فيهم ذو الحاجة و فيهم الغضوب و فيهم فذلك يمكن أن يتوجه بدعوة عليك لله تبارك و تعالى في جوف الليل و لا يعرفك و إنما سيدعو على مصدر ذلك الإزعاج و الآخر يمكن أن يتتبع عورتك لينتقم و يثأر لنفسه و لا نعلم ما يبلغه هذا الفعل فقد كما تقدم رأينا أنه بالتفريط في كلمة بسبب السخرية إذا به يقتل ذلك الذي صدر منه حسب ما يتوهمه أيضا أنه صدر منه قول على سبيل السخرية و الاستهزاء فأمثال هذه الظواهر لا بد أن نتعاون على اختفائها من مجتمعاتنا و على أن نحمل أنفسنا على الالتزام بأخلاق هذا الدين التي فيها سعة و فيها رحمة و فيها رفق و فيها تعاطف بين الناس و فيها بناء محكم لأود هذا المجتمع على أسس رصينة تسمح لنا بعد ذلك بأن نقيم على هذا الأساس ما نريد أن نشيده من صروح المجد و العز و القوة و الحضارة أما إذا كنا مفرطين في مقدورنا و استطاعتنا بعض الفقهاء الأخلاقيين يقولون بأن المسلم قد يستغني عن العلم مدة من الزمن و قد تطول هذه المدة نعم لكنه لا يستغني عن الأخلاق لحظة لأنه يحتاج إلى الأخلاق في نطقه و سكوته في فعله و تركه في نفسه و مع غيره في صلته بالله تبارك و تعالى و في صلته مع المخلوقين و في صلته بهذا الكون فهو لا يستغني عن الأخلاق و لذلك فإن من شدة افتقاره إلى الأخلاق كانت سهلة المأخذ فهي لا تحتاج إلى مال و لا تحتاج إلى قوة و لا تحتاج إلى ملكات خاصة كل أحد يستطيعها الغني و الفقير و الصحيح و الضعيف و المبتلى و المعافى و كل أحد يستطيع أن يحمل نفسه على الخلق الجميل ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من يستعفف يعفه الله و من يستغني يغنه الله و من يتصبر يصبره الله و أن يحمل لا نتحدث عن بعض طبائع النفوس التي لا إشكال فيها فهذا من حيث طبعه سخي كريم سواء كان واجدا للمال باذلا له أو لا هو من حيث طبعه و الآخر قد يكون أقرب إلى البخل منه إلى الكرم و السخاء هذا مما لا أثر له في علاقات الناس إلا في التفاوت في هذه الفواضل نحن اليوم نتحدث عن أمهات الأخلاق عن الواجبات الشرعية من الأخلاق التي أرشدنا إليها ديننا مما يفرط فيه الناس و هذا مثال على ذلك كيف يفهم الناس اليوم شبابنا اليوم و هم يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم حينما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده هذا الذي يكون مصدر إزعاجا للناس في طرقاتهم أو في المرافق العامة أو أن يكون سببا لتلويث البيئة التي نحيا فيها أو أن يكون سببا لضجيج صوتي أو أن يكون سببا لغير ذلك من الأذى البالغ الذي يصيب الناس هل هو ممن سلم الناس من لسانه و يده بل هو واقع و رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرف المسلم بأبسط تعريف يقول من سلم الناس أو المسلمون من لسانه و يده فإن كان لا يستطيع أن يكف لسانه ولا أن يكف يده عن إذاء الآخرين كيف يرجو بعد ذلك خيرا لنفسه و لأسرته و لمجتمعه و أمته طيب فضل الشيخ أثناء الحوار الذي يدور بين الشباب حول هذه القضايا يطرحون موضوعا مهما و هو عدم التفاة المجتمع أو الخطاب بشكل عام إلى تطور الحياة و تغير أنماطها و اختلاف الأجيال الحياة أصبحت الآن تستمد كثيرا أو لنقل أن الكون أو الحياة أو القرية أو البلد أصبحت كونية تتداخل فيها الثقافات و صار الشباب يمارسون جزءا من حريتهم في اختيار ألبستهم في اختيار تصرفاتهم و لا توجد حدود فاصلة بين احتياجاتهم لممارسة هذه الحرية و بين احتياجات المجتمع في أجل أي مدى للمجتمع سلطة عليهم و متى يمكن أن يمارس حرياتهم هذه دون أن تلاحقهم إقونة الأخلاق أو دون أن يلاحقهم أفوا خطاب الأخلاق لكن هذا سيكون بعد الفاصل من شاء الله تعالى عزائنا فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله أهلا و مرحبا بكم أعزائنا كرام مرة أخرى نتحدث فيها عن الأخلاق و ضرورتها في الحياة و الممارسات التي تظهر على الشباب و هي تفتقد هذا الجانب الخلقي قضر الشيخ ترحنا سؤالا يتعلق بالحوار حول هذه القضايا الجواب نحن هنا لا نتحدث عن ما هو عند الناس من الأعراف و التقاليل فهذه نعم تتغير بتغير عادات الشعوب و بتغير أنماط الحياة و لا إشكال في ذلك طالما أنها لا تمس ما هو معلوم من أخلاق الدين الأخلاق هوية هي هوية للمجتمع هوية للأوطان بها يحكم على هذه الأوطان و بقدر ارتقائها في سلم الأخلاق فإنها توصف بالحضارة و الرقي في مختلف مجالاتها في علومها و معارفها في آدابها و فنونها في معاملاتها في علاقاتها الداخلية بل حتى في علاقاتها الدولية مع سائر الأمم و الشعوب و بقدر انحسار الأخلاق فيها أو انحطاطها هي عن الأخلاق و القيم فإنها ستنسلخ من هويتها و أيضا سينظر إليها باحتقار لأنها إما أن تكون تائهة متخبطة حائرة تلتمس من هنا و هناك فتلبس لبوسا غير ثوبها و يأتي هذا اللبوس مرقعا بمئات الرقع من هنا و هناك أو أن تكون مقلدة لغيرها و لو كان من ألد عدائها و هذا دليل الهزيمة النفسية التي تصيب هذه المجتمعات و لذلك قل سأتحدث بصراحة لا مناص ليس هناك هروب مما سميتمه أيقونة الأخلاق لا هروب لا مفر منها من الآخر الجواب من الآخر لا مفر منها لأنك لأنك أيها العبد تحت بصري الخالق العليم الخبير و لأنه كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و لأنك الكلمة إما أن تكون من رضوان الله تبارك و تعالى فتبلغ بالعبد منازل الأنبياء و الصديقين و الشهداء أو أن تكون من صخط الله تبارك و تعالى فتهوي به في نار جهنم و العياذ بالله لا بد أن ندرك هذه الحقيقة لا بد أن نتعرف على الأخلاق نعم الأخلاق فيها ما هي ثوابت و فيها ما فيه سعة ما يمكن أن يكون فيه قدر من المرونة هذه لا إشكال يعني حتى فيما يتعلق باللبس ليس المقصود هو الانسلاح من هويتنا لنقول الوطنية المبنية أيضا على تراثنا و حضارتنا و على ما نرغب أن نعرف به الآخرين عننا لكن على أن لا تخرج عن حدود عن الشروط و الضوابط الواردة في شرعنا الحنيف مما يتصل باللباس للذكور و الإناث الحاصل أن هؤلاء اليوم ما عادوا يتحدثون عن هذه المساحة كما سمعنا في السؤال يأتون بتقلعات غريبة في تصفيفات شعرهم و في ألوان شعرهم و فيما يضعونه على وجوههم و في ملابسهم و كأنك ترى هذا إما و كأنه آت من بيئة أخرى غريبة لا تمت إلى مجتمعنا بصلة أبدا و هو يظن أنه قد حازق صبات السبق و أنه أتى بما لم يستطعه الأوائل و في الحقيقة هو يهوي في دركات الانحطاط و الانسلاح أي خير يرجى من مثل هذا و أي بناء يمكن أن يتوقع من مثله و أي علم يمكن أن يشارك به و أي معرفة يمكن أن ينشرها و أي أدب أو قول حسن يمكن أن يبسطه في المجتمع إذن لا بد لنا من وقفة حازمة لا يعني الحزم هنا العنف أو القسم و إنما تعني أن نتعاون على البر و التقوى و أن نصلح أحوال أنفسنا و أن ننهض بمجتمعاتنا خلقيا فلئن فاتنا أن نحوز قصبات السبق في العلم و التقنية و المدنية فكيف يسوغ لنا أن نفرط في أثمن مواريثنا و في أعز ممتلكاتنا و فيما يسوغ لنا هويتنا و هو الأخلاق طيب هنا مجموعة من الأسئلة الأخ إيمان و عيسى و أبد الرحوسني و غيرهم شكرا لكم على هذه الأسئلة الرائعة نسأل الله تعالى أن نجد وقتا لطرحها إنما أريد أن أطرح عليكم فضلة شخص حوارا بين شخصين حول قضية خلقية و هي أصبحت موجودة لآن خاصة و أنكم تحدثتم عن الأخلاق العملية و هذه الأخلاق العملية تنتقل مع الإنسان حتى و هو يمارس وظيفته نعم موظف جاءه مسؤول أو جاءت شخصية يتمتع بمكانة معينة اجتماعية أو علمية فأبدأ اهتماما كبيرا جدا بخدمتها بينما لم يفعل ذلك مع بقية الشخصيات الأخرى فصار حوار بينه و بين زميله حول هذا الموضوع و قال له إن الإسلام يأمرنا أن ننزل الناس منازلهم قال إنك تفرق بهذه الحالة و تخلق طبقية من نوع معين كيف يمكن للمسلم أن يفهم هذه القضية في إطارها الأخلاقي كم عندنا من الوقت بقيت ثلاث دقائق ثلاث دقائق كفاية إن شاء الله تعالى سيعني أجيب بما افتتحت به في قول الله تبارك و تعالى و إنك لعلى خلق عظيم هنا إلى ما تقدم من حقيقة أن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت دليلا على صدق ما جاء به فإن عندنا حقيقتين أخرين الأولى لا نتحدث عن السجاية المتكلفة المتصنعة هذه ليست من الأخلاق نتحدث عن الأخلاق بتعريفها و لا حاجة لنا إلى أن نذكر تعريفات الفلاسفة لا من المسلمين و لا من غيرهم نتحدث عن السجاية التي تكون طبعا في الإنسان توجه له إرادته نحو نزعة الخير إن كانت أخلاقا حسنة أو نحو نزعة الشر إن كانت أخلاقا سيئة إذن هي ملكات في النفس لكنها لا تتعلق بما لا صلة له بالجوانب العملية كالذكاء والبداهة والحفظ والذوق والجمال و غيرها و إنما تتعلق بالإرادة التي تدفع إلى منح الخير أو الشر بكل سهولة و يسر هذه الأخلاق التي نتحدث عنها فإذا نتحدث عن طبع أصيل لا نتحدث عن تصنع أو تكلف هذا ليس من الأخلاق لأن هذا إما أن يكون باعثه خوف أو رجاء أو توخي مصلحة أو لدفع مضرة و هو يعني يكون آنيا و إن تكرر مرة أو مرتين فإذا نتحدث عن ما هو طبع في النفس و لا يعني هذا أنه لا يمكن أن تحمل النفس فمرة بعد مرة يعتاد يعتاد الإنسان على هذه الخلال الجميلة و الخصال أن يحمل نفسه على هذه الأخلاق فباعتياده لها تصبح ملكة في نفسه و الحقيقة الثانية المتعلقة بهذا الأمر أيضا أننا لا نتحدث عن ما هو دون الحد المسموح به شرعا في الأخلاق الحسنة بمعنى أنه في مثل هذه القضية هو من حيث طبعه حسن المعاملة مع عموم الناس لكنه زاد في إكرام آخر لسبب أو لنسب أو لغير ذلك دون أن يغمط الآخرين حقوقهم أو أن يسيئ إلى الآخرين فهو لا يخص موقفا معينا بجميل الأخلاق ثم يعود إلى سابق عهده من سوء العشرة مع غيره من الناس و إنما هو من حيث المستوى كما يقال العام أو الحد الأدنى هو حسن الأخلاق ولكنه لاعتبارات مقبولة شرعا فبعض الاعتبارات هي مقبولة شرعا على سبيل المثال أن ينزل الناس منازلهم هذا لا يعني أنه من لم يكن صاحب حظوة و منزلة أن يفرط في أداء الحقوق إليه أو أن يساء إليه أو أن لا نقول أنه لا تؤدى إليه لا يعامل بحسن المعاملة بل نقول أنه يمكن أن يحقر أو أن يهزأ به لا هذا معنى أنه ليس بذي خلق فصاحب الأخلاق لا ينزل أيضا لا يعني أنه لا يغضب أحيانا أنه لا تصدر منه بعض الهنات لا يصدر منه اللمم و إنما من حيث طبعه العام و من حيث عادته و سلوكه في أخلاقه هو متصف بحسن الخلق إذن هذا الذي نريده و نتحدث عنه لو كنا نتحدث فقط عن دائرة البر و الإحسان التي هي فوق دائرة فوق مستوى الحد الأدنى المأمور به فوق حد الواجب الشرعي فلا إشكال حينئذ لكن الذي نخشاه هو هذا الهوي عن هذا الحد الأدنى عن الواجب الشرعي أمرا أو نهيا فعلى سبيل المثال باختصار شديد هذا الذي يمكن أن يحسن إلى والديه لا حرج عليه أن يخص على سبيل المثال أمه لأن دينه أمره بذلك فأن يبالغ كثيرا في بره بأمه لا يعني أن يفرط في حقوق أبيه عليه المرأة التي لا تقتصر على سبيل المثال على حسن تبعّلها لزوجها عند الحد الأدنى و إنما تبالغ أيضا لا إشكال في ذلك هذا لا يعني أنها فقط لأجل أن تكون أكثر حضوة عند زوجها إن كانت لها ضرائر من ضراتها على سبيل المثال فإنما هي تتسم بعالي الخلال و كريم السجاية فهذا لا إشكال فيها الإشكال في الهوي عن الحد الأدنى من الأخلاق التي نتحدث عنها والله تعالى أعزائكم الله خير فضل الشيخ شكرا لكم أعزائنا الكرام نشكر وإياكم فضل الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة نقشنا في هذه الحلقة ما يتعلق بالأخلاق و السلوكيات التي تطرع على الشباب بين الحين و الآخر و الفتيات كذلك مما يشي بهبوط أخلاقي قد لا ينتبهون إليه و لا ينتبهون إلى ضرورة ربطه بالدين كما قال فضيلة الشيخ الإيمان بالله و اليوم الآخر نعتذر إليكم نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى لمناقشة قضايا جديدة إلى ذلك الحين نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا